بدأ العمل الجاد في هيئة إدارة السير لإطلاق دفاتر السوق الجديدة القاعة أصبحت شبهة مكتملة فيما استعدادات الإدارة على أعلى مستوى لإطلاق الحل الأمثل لمواجهة مشكلات التزوير هدف الرئيسي هو الحد من التزوير فيها عدة سمات أمان، ما بتتزور فيها الأولوغرام الصورة هي زيتة رح تكون هون صورة الشخص مع توقيعه وأكيد فيه بقلبه شريحة إلكترونية وفيها سيريال نمبر إن شاء الله من هون لشهرين على الأرض رح نبلش بإصدار دفاتر سوق جديدة رح نبلش نصدر البطاقات للأشخاص اللي عم بيسجلوا سيارة جديدة أو عم بيقدموا على دفاتر سوق وبعد فترة رح نجدول تاكل الناس بكرا يصير عندها هالبطاقات الزكية البطاقة كل فتاة 38 ألف مثل دفتر العادي اللي كان موجود قبل تغييره لن يقف عند شكل البطاقة ولا عند الملسق الخاص بالميكانيك بل يتعداهما إلى إعادة جدولة سنوات خدمة الرخصة وتجديدها المدة الزمنية كل عشر سنين لعمر الخمسين سنة بدوا يتجدد دفتر سويقا بعدين كل خمس سنين لعمر الخمسة وستين وبعدين كل ثلاث سنين بعد الخمسة وستين سنة كل ما عمل مخالفات بنسحب منه نقاط وفقا لأحكم قانون السير الجديد في عدة نقاط أمان كل سائق عنده 12 نقطة أمان برصيده في بلاد الفساد بات تغيير قواعد اللعبة لضرب المفسدين أسهل من محاربتهم على تجربة هيئة إدارة السير تشكل مدخلا لبقية مرافق دولة بدأ هيكلها بالسقوط من شدة تآكل الفساد لأساساتها حسان الرفاعي قناة الجديد